قامت لجنة فتح المظاريف في وزارة الأشغال العامة وطرق برئاسة الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الأشغال المهندس علي محمد اليوم في العاصمة عدن بفتح مظاريف مشروع إعادة تأهيل مبنى برج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدن تضمن والمشروع الممول من المؤسسة العامة للتأمينات تطوير البرج وترميمه ليصبح قادرا على زيادة الاستثمارات ويعود بالدخل المادي على المؤسسة